كلام عن صحيفة أس الأسبانية ماشي طبعا الصحف الأسبانية اتفضل لك طيب أتبأ أنا أبدأ بصحيفة أس أكبر الصحف الأسبانية بتقول في عنوانها الأهلي يواجه ريال مدريد فاز المصريون على سياتل ساوندرز بهدف أفشة في ديئة 88 ويلعبون نصف النهائي أمام ريال مدريد مساء الأربعاء أيضا في تفاصيل التقرير لما تيجي تقرأ الموضوع كله حتى أعرف أنهم بيتكلموا عن إن شلوتي بيتابع البطولة وحيبدأ بشغل على مباراة الأهلي من بكرة بعد مباراة مايوركا بكرة كابتن إن شاء الله نادي ريال مدريد عنده مباراة وده المتسألية عن شلوتي بيسألوه عن طبعا عن مباراة النادي الأهلي ويمكن هو قال في المؤتمر الصحفي أنا طبعا مهتم جدا بهذه البطولة ولكن أنا دلوقتي بستعد بشكل أساس المباراة مايوركا وهتابع النادي الأهلي بعد هذه المباراة وأكيد هو بتابع النادي الأهلي بشكل كبير لأن الوقت هيبقى قصير جدا جدا لو فيه متابعة لكن هم متابعين النادي الأهلي من فترة ومتابعوه أكيد من سواء التقارير الفنية وتسجيل المباراة علشان أن شلوتي كمان يشوف الشكل الفني اللي حيلعب به قدام النادي الأهلي أيضا الصحيفة في التقرير داخل التقرير بتتكلم عن أن دخول محمد شريف أدى لتنشيط الفرعنة النادي الأهلي طبعا الفرعنة والنقفشة سجل هدف ذهبي في دقيقة 88 الحقيقة عايز برضو أقول لحضراتكم بصوا شوفوا الصحيفة الأسبانية بتقول إيه؟ بتقول أن النادي الأهلي أو بتقول الفرعنة بتقول المصريين وهو ده كان بداية كلام الكابتن هاني في هذا الأمر هي دي الصورة اللي النادي الأهلي بيصدرها عن مصر وعن الرياضة المصرية في العالم كله صحيح نروح كمان لإنجلترا صحيفة ديلي ميل الإنجليزية اللي كان عنوانها حصرة بامتياز لفريق سياتل الأمريكي سببها الخصوم المصريين بفوزهم في الديئة 88 ليتقدموا لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية طبعا حتى على مستوى إنجلترا كل العالم بقول لحضراتكم الصحف العالمية الكبرى بتتابع هذه البطولة على مستوى إنجلترا زي ما بقول لحضراتكم تاني اسم مصر تاني بتتقال اسم مصر النادي الأهلي والمصريين وده زي ما بقول لحضراتكم بجانب النواحي الفنية والبطولات لكن دي كمان أنا في رأيي بطولة تحسب للنادي الأهلي بطولة كبيرة جدا جدا إنه هذه الصورة المميزة اللي بينقلها النادي الأهلي عن مصر وعن الكرة المصرية وعن الرياضة المصرية بينقلها للعالم كله بشكل أكتر من رائع وده اللي شفناه وحنشوفه خلال كمان الفترة اللي جاية بإذن الله في استعدادات وعنوين الصحف العالمية للاستعداد للمباراة إن شاء الله يوم الأربع ما بين النادي الأهلي وريال مدريد طيب موقع مدريد يونيفرسل واللي قال رسميا ريال مدريد سيواجه النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بيقول أيضا إن ريال مدريد أصبح على موعد مع عملاق الكرة المصرية والإفريقية النادي الأهلي ده كلام أحد المواقع الكبيرة في أسبانيا كابتن هاني مش كلام بقى هاني رمزي ولا أنا آسف يعني كابتن هاني رمزي مش كلام نحن جوه أنا جوهنا ببعض نحن بنتكلم على مستوى إنجلترا بنتكلم على مستوى أسبانيا وكمان على مستوى فرنسا فرنسا جريد فرنسا أو موقع فرنسا 24 ويقال للعنوان الفوز المتأخر عن طريق أفشة يصنع نصف نهائي بين النادي الأهلي وريال مدريد طيب أيضا موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال عنوانه النادي الأهلي يلتقي مع ريال مدريد بعد الفوز على سياتل بهدف مقابل للشيئة كابتن هاني كمان موقع MLS ده في طبعا الدوري الأمريكي بيقول إن الأهلي يقصي سياتل بحصرة من كأس العالم للأندية على مستوى العالم بنتكلم على أوروبا بنتكلم على أمريكا ودول بحجم أسبانيا بحجم بريطانيا بحجم فرنسا بنتكلم على النادي الأهلي ووصوله لمباراة تاريخية ما بين وما بين ريال مدريد